تتنفسوا دقيقة كده. علشان بقى ان هنركز بقى المحاضرتين الجايين دول بقى يعني شداد اوي. فيعني دقيقة واحدة بس. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هنبتدي بقى المحاضرة التالتة. هنتكلم عن الزبزبات الخارجية وكيفية التعامل معها اللي هم الارتيفاكتس. ودي شغلتكم الاساسية برضو. ايه بقى الارتيفاكتس دي؟ طبعا احنا عارفين ان فيه انسجة مش كل الموجات الكهربائية جاي من المخ. فيه انسجة كتير في جسمنا بيجي منها كهربا. وتدخل على رسم المخ. وممكن تيجي من بره زي اجهزة الاشعة والكهربا وممكن من العين والقلب. وهنتكلم دلوقتي عنهم بالتفصيل. فيه تغيرات بتيجي من المريض نفسه وفيه تغيرات بتيجي من المحيط بتاع المريض. المريض نفسه اكيد انتوا حافزينهم بقى وهتساعدوني في المحاضرة دي. حركة العين. العضلات. حركة العيان. ضربات القلب والنبط. والتعرق. ودي مهمة جدا. حركة العين. حركة العين كذا حركة. لان العين مش بتعمل حركة واحدة. بتطلع وتنزل وبص يمين وبص شمال وبربش كتير. في كذا حركة للعين. هم؟ طيب. بنعمل ايه بقى؟ بنعمل ايه؟ علشان نبطل حركة العين دي. لو العيان قلقان وخايف. مش عايز ما مرعوب وخايف. في حاجة كنا بنعملها زمان يعني بل هي بيجيبوا كيس رمل. كيس رمل ويتحطوا فوق العين. خلاص بس اتأكد طبعا موقفول كويس. بس. خلاص. بس هي احنا بنبعا عايزين تقلع العين. انتي عايزة ويت. علشان مش 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 حاجة كده يعني. فهي كيس الرمل ده كان اختراع جميل جدا بصراحة. خلاص. خلاص. ودايما التغيرات بنلقاها في الجزء الامامي في الفرنتل. وهنقول ليه؟ ادي اول ارتفاكت بنشوفه في رسم المخ. وده يعني اكيد كلكم بتشوفوه. دي بربشة العين. العين عاملة زي البطارية. لها قطب سالب وقطب بلاس ومينس. لما بتبص الفوق احنا عندنا في رسم المخ. البلاس بينزل تحت. والمينس بيطلع فوق. عكس المتوقع. فالبلاس دي. هنا العين ثابتة. فما فيش تغيرات في رسم المخ. العين هنا البلاس ابتدت تتحرك. تتحرك لفوق. فإيه اللي حصل؟ نزلت لتحت. واللي جنبها واخدها جزء من النازلة دي. فأقل منها شوي. فهنشوفها فوق ايه؟ المنظر ده. اللي هي هو كده بصص لفوق. فهي نزلت لتحت. لو بص لتحت هتطلع لفوق. خلاص؟ طيب. فيه ايه تاني؟ ده بيسموه بلينك ارتفاكت قاعد يبربش. طيب. ده اسمه ايه بقى؟ ده برضو ده بيرجف. اللي هو عينه قاعدة ايه كده؟ خلاص؟ نفس الفكرة بس ورا بعض. وبردو موجودين في الفرانتال بس. مش بقى مش بقى مش مش سماعة في بقية ايه؟ خلاص. طيب. فيه ايه تاني؟ فيه انه هو بتادي يبص يمين وشمال. وحنا عارفينه؟ وممكن تجيلكوا عينين وخصونا الأطفال بيبقى عندهم نستجمس اللي هو عينه قاعدة رايحة جاية فبنشوف المنظر ده بقى اللي هو إيه؟ العين هنا ابتدت هنا تبص ناحية اليمين أهي؟ البلاس راحت ناحية اليمين فدتنا المنظر ده كأنها عين مفتوحة ومشت من الشمال فكأنها عين مقفولة خلاص؟ فده معناه إن العين قاعد يبص ده رعشة العين ومتوا أكيد كلكم بتشوفوها في الناس اللي عندهم نستجمس أو رعشتين طيب ده إحنا قلناها قبل كده اللي هي ايه؟ اللي في مرحلة النوم الايه؟ الاولانية اللي هو عينه بتسقط كده بسموها slow roving eye moving طيب ده إيه بقى؟ هنا في العين في عضلة في عضلة وإحنا زي ما قلنا بنسجل من كل حتة وأي حد معدي بنسجل منه فالعضلة دي ساعات بتظهر مع حركة العين فتديني المنظر المريب ده دي مش مش تغيرات ده العضلة ركبة على حركة العين بسموها lateral rectus يعني بس يعني ايه؟ تبقوا عارفينة خلاص إحنا كده اتكلمنا عن حركة العين وقلنا حلها كس الرمل ونهدي العين طبعا إحنا نهدي العين طبعا ما ماهديش بقى نتصرف طيب في ايه كمان؟ شد العضلات وخصوصا لما يبقى في الجزء في وشه إحنا بنسجل من الوش فبيبقى ممكن فروة الراس عند الحاجبين أو جازز على سنانه نعمل ايه؟ طبعا نقوله استرخي وياخد نفس عميق وما تجزش على سنانك وأرجوك وعشان خطري ونبي وإيه وهو مرعوب نعمل ايه بقى؟ نقطع نفسه نقطع نفسه نخليه يعمل هيتهد خلاص؟ ده شكل المسل أرتيفاكتس أو حركة العضلات ده هنا ايه بقى من الشاطر بقى يقولي؟ جازز على سنان برافو عليكم جازز على سنان وهو اللي هم هنا هو جازز على سنان ودي احنا قلناها من شوية ده ايه؟ المركز هم؟ ركفة العين مع مع الفوتوكستيميولاتور وعليها شد العضل طب ده ايه؟ ده ايه ده بقى؟ انتوا اكيد بتشوفوها كتير اغلب الرسومات بتبقى عاملة كده حركة بتحرك كل الرسومات للأسف حركة المريض طيب ايه رأيكم في ده بقى؟ دي بقى خادعة جدا ده عيان قاعد يتكلم يقول لا 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 بيتكلم بيتكلم عاملة ايه بقى؟ عاملة بشبه التغيرات بالزبط فاعمل ايه ساعتها بقى عشان انا مش عارفة ويعني والدنيا اروح حتى بس ده بقى طبعا لما الدكتور ييجو يشوف الرسم ده ويحتار فيه ويلاقي نفسه مش عارف يعمل ايه؟ المفروض ان احنا بنحط بتاع العضلات اللي الدكتورة امانية قلت لكم عليه بيتحط على الوش فبحيث لو لقينا هي اعلى في الالكتروت دي معنى كده ان هي جاية من الكلام الجزة على اسنان طبعا اديكم شايفينها ايه؟ شايفينها؟ واضحة قوي ده غريتش فيها هزي هنا ده ايه؟ ده مضغ ده قاعد يمضغ شايفين عامل ازاي؟ لسانه مع العضلات اللسان اللسلو اللي هي البطيقة دي والعضلات اللي ايه؟ الفاست دي فدور ركبين على بعض كده واخدين كل تشانلز وشاكلة ده قاعد يوم ده ودي وظيفة كنتو انتو اللي شايفين العيان انا ممكن اتخدع فلا لازم انتو لما تلاقي انتو وتعودوا جنب العيان ما تركبوش العيان وتمشوا هم؟ ده ايه بقى؟ شايفين ده؟ ده طفل بيرضع بيبي بيرضع شوفوا عامل منظر خادع جدا فلازم ابقى عارفة يا دكتورة الطفل كان بيرضع من كذا لكذا خلاص؟ وده ايه بقى؟ ده بيطبطبوا على الطفل طبطبة ممتوح نينة قوي وقاعدة طبطب عليه وقادي المنظر وانا ممكن جدا كلنا نخدع في هذا فلازم تبقى عارفين انتو عليكم يعني جزء جبير جدا جدا من التشخيص طيب احنا كده قلنا العين والعضلات ايه كمان اللي ممكن يدخلي ارتفاكت القلب والاوعية الدموية ودي برضو مهمة جدا طبعا كلنا عارفين القلب ده عضلة قابدة بتعمل تغيرات كهربائية وطبيعي جدا ان احنا الممكن نحطه الكتروت جنب شوريان ويلقط منه نبض الحل اعمل ايه بقى؟ نغير مكان الكتروت خلاص؟ ننظف كويس ونغير مكان الكتروت في حاجة اسمعها pulse wave artifact اللي هو ايه هنا بقى؟ وده فايدة دي اللي الدكتورة اماني قالت لكم عليها اللي هي ايوه ماشي بقى طب وليه مش واخد شكل رسم القلب؟ ده هو الالكترود مش متركب حل فلاقت رسم قلب ومع كل خبط رسم قلب هو بيتحرك فدي حركة الالكترود خلاص؟ يعني الالكترود بيتحرك مع حركة رسم القلب تمام؟ مع النبضة النبضة بتنطر الالكترود فيدينا المنظر ده وطبعا اكتر بيبقى فيه في الاماكن اللي جنب الشرايين يا اما تامبرول يا اما ورا في الأكسيبيتر وممكن طبعا نو القط رسم قلب اهو ييجي زي ما شكله بالزبط شكل رسم القلب بيجي ساعات ليه في واحد وما يجيش في التانيين؟ ما معنى ده؟ ما معنى ده اللي اختاره؟ قريب منه هغير مكانه وممكن ايه كمان؟ مش نضيف الالكترود نفسه مش نضيف فلما الالكترود ما بيبقاش كونكتد كويس بالجزء اللي هو عليه بيلقت اي حاجة محيطة فبرضو وظيفتي ان انا نضيف الالكترود وحطه وغير مكانه خلاص؟ ده ايه ده؟ رسم قلب برضو بس العيان ده ماله كده ده مركب منظم مركب منظم وانت كنتوا لازم تسألوه في الاول هو عنده مشكلة في القلب ولا لا؟ عشان متقولوش ايه؟ مركب منظم صح؟ طيب العرق بقى دي برضو مهمة جدا ان بيحصل بتحسوا انتو نفسكم تبقوا عارفانها الالكترود كأنها عيمة على الجلد بيسموها حركة موجية بيتأثر على كل الالكترود او على الالكترود اللي تحتيه العرق او برضو لو تحته مش نظيف او شكل يعني فيه مشكلة بنعمل ايه؟ لازم طبعا ننظف الراس بالكحول ونفتح التكيف خلاص؟ ده منظر السويتنج اهو زي ما انتؤكد انتو بتشوفوا بقى المنظر ده كتير طلعا نازله عيمة ممكن في الالكترود معينة وممكن تبقى واخداء الرسم كله طيب احنا كده قلنا التغيرات اللي جاية من جوة الجسم فيه تغيرات بتيجي من خارج الجسم زي ايه؟ السيكستي هيرتز ودي مهمة جدا ودي كهربا مش هنقدر ايه؟ كهربا فعملوا لها زرار لوحده اللي هو النوتش ارتفاكت او اللي هو ايه؟ السيكستي هيرتز ممكن جدا تفتحوه بيحسن معاكو كتير خلاص؟ وممكن كمان بيبقى نتيجة زي ما قولنا الالكتروز المش نضيفة فالمقاومة بتاعتها تبقى عالية الراس مش نضيفة فنحاول ننظف على قد ما نقدر وبردو فيه حاجة مهمة جدا في الكهربا ان احنا ما نحطش اسلاك كتيرة ما نحطش الجهاز في مشترك فيه كذا حاجة يعني يبقى حاجة واحدة علشان ما يلقودش كهربا كتير ده ايه؟ ده هو بقى السيكستي هيرتز ارتفاكت اظن انتش عارفينه وحافظينه اهو واخد الكتروز عن التانية وهو ده بعد ما فتحوا الفيلتر الشكل اتغير تمام طيب ده ايه؟ ده الموبايل ساعات كتيرة جدا بيدخل ارتفاكت نقفل الموبايل بتاعنا وبتاع العيان هم؟ طبعا بقى حركة الالكتروز بقى دي كمان مشكلة كبيرة جدا ان الالكتروز يكون مش ثابت وبيتحرك وخصوصا في الاماكن اللي مش ثابتة زي ورا الاوان والاوثو علشان كده الاحسن ان احنا طبعا بنثبتهم كويس ونحط مخدة تحت بحيث ان راسه تبقى مش ان كونتكت مع مش لزقة في السرير ده هو شايفين الارتفاكت ده؟ ده برضو ايه؟ الالكتروز اللي هو مين بقى؟ مين الشاطر بقى يقول لي انهي واحد؟ انا مش شايفة اصلا مين اللي هصلحه؟ مين المشترك؟ تي ستة برافو عليك يبقى تي ستة هو اللي المفروض ايه؟ اصلحه ده حاجة بسموها الكتروز بوب اهو اهو بحركة مفاجأة برضو سببه عدم نظافة المعدن مصنع من الكتروز او الكتروز قدم او قطع جزء من السلك خلوا بالكم ان الكتروز من كتر استخدامه التوصيل ما بين الديسك نفسه والسلك بيتاكل انتوا اكيد بتشوفوا الكلام ده فطبعا هيعمل لنا الاشكال العجيبة دي وبتدخل كهربا اي حاجة منعتها بتضعف بتدخل حاجات زي ما احنا بنعيا كده منعتنا تعضف ايه جينا فيروسات ده السلك بوز او حتة منه تكسرت بيدخل كهربا وبيبوز الدنيا فلازم نغير الالكتروز ايه رأيكو في دول؟ اه جميلة كهربة الموح حلوة اهو بوب الارتفاكت اهو شايفينه اف تلاتة اف تلاتة اهو بيلعب اهو ننظف مكانه ايه رأيكو؟ ها؟ بي فور ننظفه ده مش تغيرات احنا هنشوف تغيرات دلوقتي ايه رأيكو؟ برضو اف بي تو اه ننظفه اهو شايفينه؟ اكيد بتشوفوا الشكل ده كتير صح؟ صح؟ يتنظف بقى يتنظف او يتغير خلاص؟ دي بقى مهمة جدا واللي هيعرفها هيبقى شاطر ايه ده؟ ايش معنى دول كلهم عليين ودول ودي واطية ايش فاطرة دي؟ يعني ايه بقى؟ ايوه برافو عليك ايه اللي حصل بقى هنا؟ ان البي اس تساح والاماكن ما كانتش متقاسة مظبوط فحصل دايرة مفرغة ومقسش فرق الجهد ما بين الاتنين زي ما المفروض يقيس فحصل ان كلهم مش عارف يقر حاجة فاشيلهم ونظف وحطوا كل واحد في مكان وفي الاخر برضو احنا عايزين رسم المخ الجميل الالفا ويفز اللي من غير ارتفاكت وشكرا جزيلا